السلام عليكم السلام عليكم ايه يا ربكم بخير ان شاء الله سأكون معكم الترمي ده تكملة للاخدنات الترمي اللي فات في مادة الفارماسيوتيكس هنبدأ الترمي ده فارماسيوتيكس 2 مبدأي يا دكتور يعني سيبك من سيوتيكس 1 خالص وانساها سواء حل فيها كويس حلت فيها وحش خشي بقى معي على الجديد لان كل فارماسيوتيكس يعني ماشي بتكون في حاجة مبنية على اللي قبلها بس في ناس مثلا ما حلتش احسن حاجة في سيوتيكس 1 فما تتقفلش بقى تقولك سيوتيكس 2 هتبقى تقيلة سيوتيكس 2 هتبقى رخمة لا 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 ما لهاش علاقة بالكلام ده كل مادة في القسم يعتبر منفصلة بذاتها اي نعم في حاجات بسيطة بتكون مترتبة حاجات بتكون محتاجة بتاعتك فلو في حاجة محتاجة حاجة مثلا من الترمي اللي فات او في حاجة بناخدها مثلا ليه علاقة بالفيزيكال فارماسي اللي اخد نفسها اقولها هتلاقيني ايه بيجاب لك سيرتها في النص كده وبفكرك بيها تمام كده احنا متفقين في السيوتيكس او في قسم السيوتيكس عموما بندرس حاجة اسمها دوزيج فورم وقالناها دكتور كلمة دوزيج فورم يعني اشكال الدول في الصيدلية واخدنا دوزيج فورم زي السيروب زي مثلا ممكن حاجات زي التابلت كابسول في دوزيج فورم تانية زي السابوزيتوري السيمي سولد زي مثلا الكريم الاوينتمنت الجيلز الحاجات دي كلها يا دكتور تعتبر اشكال الادوية موجودة عندي في الصيدلية في سيوتيكس 2 هنبدأ نتكلم على الكوزماتيكس المنات هتبدأ تفرح هتقولك هناخد بقى كوزماتيكس وليب كلوس وليبستيك والكلام ده كله صح؟ هقولك ماشي احنا هنبدأ ناخد الحاجات دي بس على اساس علمي تمام؟ فخدي في بالك حاجة بسيطة بس ان استخدام الكوزماتيكس غير دراسة الكوزماتيكس دراسة الكوزماتيكس وراها جانب مظلم كده شوية اللي هي عشان تحضري الليب جلوس وعشان تحضري مش عارف ايه وعشان تحضري ايه فالموضوع بيبقى فعلا مجهد الموضوع لو انتوا فتميتوا بيه ان شاء الله يعني انا كان عندي معمل تركيبات لو انتوا فتميتوا بيه كنت بعمل كوزماتيكس وعملتوا معمل فالموضوع بيبقى مربح بيكون كويس جدا فيعني الناس اللي هو يتكمل في مجال التركيبات سدقا يتستفدق جدا جدا من سيوتكس 2 لانك هتدرس فيها بيز كويس وبيز محتر تمام؟ يلا بقى نسمي الله كده دكتور انت اتفقت اللي احنا هندرس ايه كوزماتيكس عشان تاخد كوزماتيكس محتاج تعرف ايه الكوزماتيكس بتتحط في الغريب على السكن صح؟ فانت لازم تعرف الاسكن بتاعك مكوناته ايه يبقى هنرجع شوية هتحس ان هي حاسة النهاردة ملاش علاقة بالسيوتكس اصلا هتحسيني بتكلملك على هستولوجي بادرس لك المورفولوجي بتاع الاسكن الجلد بيتكون من ايه وكل حاجة شكلها ايه وكل حاجة دورها ايه طب انا بادرس لك الكلام ده ليه لان الكوزماتيكس سواء كريم سواء اي حاجة هتحطها على الجلد فلازم تعرف هي هتمشي ازاي انا مستهدف بيها انهي طبقة بتأثر على كل طبقة ازاي اتفقنا على الكلام ده؟ يلا بقى نسمي الله كده ونخش في lesson 1 بتكلمني على الاسكن طيب يا دكتور يعني ايه سكن يعني ايه جلد لو جيت سألتك ايه اكبر ارجن موجود في جسمك هتقولي اللي سكن هتقولي الجلد اكبر عضو ليه لانه لانه بيعملي حيسمها يعني يا دكتور كلمك يعني الجهاز اللي بيغطي جسمي كله فجسمك كله متغطي بالجلد كل حتة متغطية فيه بالايه بالجلد طيب مش هقولك بقى اكبر هقولك هتقولي باردو اللي سكن ليه عشان 16 في المية من وزن جسمك جلد يعني انتي مش تخينة ما تقلقيش ده 16 في المية من وزن الجلد وشو فيها الدقيعة يعني مش تخينة هو اللي سكن ليه سيرفس ارية كبيرة جدا وهو اللارجست مين اكبرهم في الويت باردو اللي سكن اللي سكن السيستم اللي بيعمله لي اسمه ايه اسمه الانتجامينتري سيستم اللي هو الجهاز اللي بيغطي جسم كله عبارة عن سكن طيب دكتور شايف الصورة دي يعتبر هي هيها الصورة دي بس دي عليها الليبلز كلها طيب ما احنا كده كده هندرس كل حاجة بالليبلز بتاعتها فبدل ما انا اعقدك واقولك احفظ دي كلها مرة واحدة لا تعال ناخد كل حاجة سيمبليفايد كده واحدة واحدة مع بعض بعد كده لما ييجي لكل حاجة ناخد الليبلز بتاعتها طيب طبقات السكن ايه يعني انا لو اخدت جزء من جلدك وبصيت عليه كده تحت المايكروسكوب هيطلع لي طبقات الجلد قال لي عندي 3 طبقات للجلد الطبقة اللي في النص الحشو مش جلدي يعني درمة صح ولا لا فالطبقة اللي في النص اسمها طبقة الديرمز طبقة لايه الديرمز والطبقة اللي فوق يعني ابي هيبقى الطبق اللي فوقي إيها اسمها ابي ديرمز والطبقة اللي تحت groupe هتبقى اسمها هايبو يبقى اسمها هايبو ديرمز يبقى أنا عندي طبقات الجلد كم طبقة تلاتة ديرمز إيبي ديرمز هايبو ديرمز في أي مشكلة؟ كل طبقة من التلاتة دول متكونة من طبقات تانية يعني أنت مثلا هاجي أقولك الإبي ديرمز ده متكون لوحده من خمس طبقات هاجي أقولك الديرمز ده من طبقتين فكل حاجة هقولك الطبقات بتاعتها يبقى تاني عارف أنت تلات دوار كبار كل دور في دوار صغيرة طيب دكتور أنا عايز أعرف كده شوية فاكتس بنقولها في الإزاعة زمان هي المعلومات دي إيه الفاكتس بتاعت قال لي أول حاجة بيقول لي مساحة الاسكن قد كذا السيكنيس بتاعو من كذا لكذا الضافر بتجبر بطول كذا الشعر بيطول بطول كذا فهي يعتبر شوية بس أرقام ما فيهاش أي حاجة يعني الدكتور ما قالش تحفظوها أو تحفظوهاش وإنتو الدكتور بيسأل في حاجات فيها حفظ فما عليش يعني إيه احفظها لي للإحتياط يعني إحنا درجة في حاجة عهابلة زي دي ما نضيحهاش طيب يا دكتور عايز يعني ملخص الكلام ده عايز توصل إيه حاجة زي الفاكتس مثلا يعني صمك الجلد هلا إيه من نص ميلي لتلاتة ونص ميلي سوري لتلاتة ميلي نص ميلي حاجة رفايعة تلاتة ميلي حاجة تخينة شوية طب دي بتختلف باختلاف إيه قال لي دي بتختلف باختلاف باختلاف منطقة اللي فيها الجلد ذات نفسه يعني مثلا الجلد ممكن يكون على سطح الإيد وممكن يكون في كف الإيد لو جيت بسيط على جلد كف الإيد هتلاقي جلد تخين شوية صح ولا لا فده ثيك سكن وبيكون نون هيري بيكون مفوض شعر لكن الجلد بتاع الدورسل يعني بتاع الكف إيديك أو ضهر إيديك زي ما بيقولوه كده الحتة دي بلاقي إن فيه شعر فهو هيري تاني حاجة بلاقي إنه هو رفيع شوية إنه هو ثن عشان كده بتدخل فيه كعنيرة وبتاخد فيه الإبر والكلام ده كل وصلت ولا لأ إذن إنت عندك نوعين من لسكن ثاني سكن الجلد الرفيع افتكر جلد ضهر إيديك بيكون هيري لكن ثيك سكن بيكون تخين وبالتالي بيكون نون هيري مفيش حد استحالة يطلع له شعر في كف إيديك نفس الكلام في رجلك ضهر رجلك وبطن رجلك اللي هو السولز بتاعت الإيه الرجل اللي هي بطن الرجل في أي مشكلة في كلام ده طيب دكتور عايز توصلي في إيه بردو من اللايف سبان بتاعت الهير عايز أوصلك إن الشعر في شعر بيقع بسرعة وشعر بيقعد لسنين يعني متوسط دورة حياة الشعرة من أربع شهور وتقع لأربع سنين على حسب إيه على حسب كذا حاجة على حسب الشعرة دي فقاني حتة في الجسم يعني معدل تساقط شعر الراس غير معدل تساقط شعر الرموش غير شعر الجفن العين العين ذات نفسها سوري الحواجب والرموش أنا دايما بطلعبط من صغري بين الحواجب والرموش على فكرة لغاية ما جات بقى آيلتز وآيلاش ما علينا شعر الرجل شعر مش عارف الجسم كل حاجة لها معدل التساقط ومعدل النمو بتاعك في أي مشكلة في الكلام ده على حسب برضو الشخص ده healthy ولا unhealthy مع انت معدل أكلك خصوصا للبروتينز بيفرق في معدل النمو شعرك حاجة تانية انت بتاخد علاج ولا لا خصوصا الناس اللي ربنا يعافيهم اللي بياخدوا كيمو ثيرابي بلاقي الناس دي معدل تساقط الشعر عندهم ممكن يوصل لأقل من أربع شهور كمان الشعراية ما بتكملش حاجة وطوقة على طول وممكن كمان ما يطلعش غيرها ليه لأن ثيرابي أو لأن الكيمكالز بتأثر على دي شوية معلومات عامة كده انت كده كده المفروض تكون عارفة خش معي بقى على بداية الجد ايه وكتب لي ده كده سؤال يعني الدكتور لو حبي يجيب لك سؤال هيسألك في الجزء ده في الجلد بيعمل ايه يا دكتور هتقول لي الجلد ليه خمسة وتخمس في وشي كده الجلد ليه كم فانكشن خمسة وتخمس في وشي اول حاجة هو بيغطي الجسم يبقى بيحميه اذا ليه وظيفة تاني حاجة يا دكتور لو مفيش جلد تخيل ايه اللي هيحصل اي حاجة هتخش الجسم على طول يبقى مفيش حماية ولو فيش ويت مية مثلا وانت بتتوضى على اي حاجة يخش على الاعضاء على طول جوه فمفيش باريير للووتر اذا الاسكن هو باريير للووتر يبقى اول حاجة بروتيكشن تاني حاجة باريير افتكارها بي بي بروتيكشن وباريير طيب تالت حاجة ثيرمو ريجوليشن يعني ايه ثيرمو ريجوليشن يا دكتور يعني بي ينظم لي درجة حرارة الجسم ازاي دكتور انت مثلا في جو ساقع قوي قصت درجة حرارتي لقيتها سبعة وتلاتين محافظ عن درجة حرارته حتى جلد لو بقى ساقع الجلد بقى سخن الجسم من جوا محافظ ليه؟ لانك ماتغلف الجلد ده الغلاف بتاعك فهو اللي مقافز على درجة حرارة جسمك من جوه حتى لو درجة حرارة جسمك من جوه سخنت ولا اي حاجة الجلد يبدأ يطلع عرق فتبدأ ينزل درجة حرارة الجسم يبقى الجلد تبقى ملي مغلف الجسم اول حاجة اقول معي تالت حاجة طيب رابح حاجة الايه الاحساس لقوا ان مصدر الاحساس في الجلد لقوا مصدر الاحساس في الجلد زمان كانوا بيفتكروا ان مصدر الاحساس في العظم لقوا ان بيبدأ من الجلد بدليل انك لو حطيت ايديك على حاجة سخنة هتتلسع على طول ليه هو النار وصلت للعظم ولا لسه في الجلد في الجلد يبقى مصدر الجلد وهنعرف الكلام ده ازاي البين يعني انا لو ضربتك كده فانت تواجعت تواجعت ليه عشان العظم اللي واجعك ولا عشان جلدك حس عشان جلدك حس ليه لان مصدر الاحساس في جلد طيب اللون بتاعك مصدر الجلد تصنيع فيتامين دي مصدر الجلد مش يقولك الناس اللي ما بتتعرضش للشمس كتير في الغالب عندها هشاشة عظم ونقص فيتامين دي صح ولا لا يبقى فيتامين دي مصدره ايه مصدر الجلد فانت لازم حضرتك تتعرض للشمس بشكل دوري عشان تمتص جزء من اليوفي انت طبعا ما بتمتصش يوفي كتيرا بتمتص اليوفي اللي جسمك محتاجها عشان يقدر يصنع فيتامين دي فيتامين دي دا بحتاجه في الشعر والجلد والعظم وكل حاجات يبقى فيتامين دي بيتصنع في جسمك مصدر تصنيع فيتامين دي فيين؟ في الجلد وصلت ولا لا يبقى ثاني هم كده خمس لالسكن بروتكشن باريير فيرمو ريجوليشن رابع حاجة سينسيشن خامس حاجة فيتامين دي ممكن تضيف لي انه المسؤول عن لالسكن كولر برضو عن لون الجلد بسبب ان فيه ميلانو سايتس و لون الجسم معموما يعني هنتكلم عن الجزء دا كمان شوائي هل ممكن ان نحل من يترك pattern احنا اتفعنا epiderms and derms and hypoderms انظر epiderms الطبقة الفوق derms า apoy hypoderms throughout فهنا يقول له epiderms دا دكتور المكون الاساسي فيه او بيكون مليان بالكير mauvais الاث sprouts عبارة عن keratinized Stratifo squamous epithelium دا كده نوع the epithelium دا كده كلام heistourse حضرتك اللي انا اتقول لك انواع epithelium يعني شكلها مش عارف عمل ايه. ده كده وصف الابسيليم. اعرف بس اسمه. كيراتينايز ستراتيفايد سكوييمس ابسيليم. يعني انواع الابسيليم بالاسم ده. بعد كده عندي درمز. ده طبعا هيتكلم على كل واحدة بالتفصيل. بس دي كده ملخص في الاول. الدرمز اللي هي الطبقة اللي في النص. الدرمز اللي هي الطبقة اللي في النص. متكون الدرمز من حاجتين. عليهم حاجة اسمها بابلري ريجي. وحاجة اسمها ريتيكلا ريجي. بص معي هنا كده ده كده الهاتف ده كده الحتة في النص دي هي نحظة تمام هي الهاتف اللي انا بعلملك عليها دي كده شايف الصوابع الزوائد دي؟ دي بسميها بابلاري رجل الصوابع البروجيكشن اللي طالع دي يبقى ده كده الإبي ديرم ده كده اللي بعمله اخضر ده الديرم الحتة اللي فوق دي كده اسمها البابلاري رجل عبارة عن ايه؟ Projection Finger-like projection زوائد صوابه أطلع واللي في النص اللي تحتها اسمها ايه؟ اسمها reticular region اسمها reticular region يبقى أنا عندي بابيلري region و reticular region reticular region اللي في النص دي عبارة عن ايه دكتور connective tissue وإحنا عارفين يعني ايه؟ connective tissue من أيام الهيستولوجي صحة ولا لا يبقى تاني أنا عندي إبيديرمز في الغالب الإبيديرمز ده بيكون في ايه؟ بيكون فيه كارتين فهو كيراتينايز دي في الأغلب الحتة اللي في النص بابلاري ريجن واللي تحتيها ريتيكليت أو ريتيكليل ريجن تمام الريتيكليل ريجن ده عبارة عن إيه دكتور ده عبارة عن كونيكتيف تيشو تعال لي بقى في الجزء الأخير الهايبو ديرمز بص كده الهايبو ديرمز ده الجزء اللي تحت الجزء السوفلي في الغالب بيكون مليان دهون حتى تلاقي النسبة اللون الأصفر فيه زيادة فانت بص كده يبقى فيها أديبوز تيشو يعني نسيج دهني في بي او برضو يبقى الهايبو ديرم في ايه في أديبوز تيشو في نسيج دهني تمام كده شباب نوع التيشو اللي فيه ده برضو كونيكتيف تيشو اسمه اريلر تيشو ده اسم بس النسيج عليك تعرف اسمه مش أكتر ولا أقل يبقى تاني كده دكتور الجدول ده عايزين نلخصه من على الرسمة هقول لك حاضر وعشان هنبدأ ناخد في كل حاجة الوحدة أول حاجة بيقول لي ان الجزء اللي فوق في الغالب بيكون فيها دكتور يبقى الجزء اللي فوق مليان كاراتين طيب الجزء اللي تحت أو الجزء اللي في النص اللي هو عبارة عن كم حاجة حاجتين اللي هي الفينجر لايك دي اللي اسمها بالياري ريجن الجزء اللي فوق ده والجزء اللي في النص اللي هو الريتيكيلر ريجن ده عبارة عن إيه الريتيكيلر ريجن كونكتف تيشو يا دكتور نقصني الجزء اللي تحت اللي اسمه إيه هايبو ديرمز قلت لك هايبو بي او يبقى فيها أديبوز بي او هتلاقي مليانة لون أصفر يعني مليانة دهون طيب يا دكتور نوع التيشو اللي هنا إيه كونكتف تيشو اسمه ايريولر تيشو الاسم بتاعه يبقى احنا كده الجزء ده لخصناه على الرسمة البسيطة بتاعتنا دي في أي مشكلة دي طبعا عايز أقول لك ان دي هي دي بس دي بس صورتها تحت المايكروسكوب وهحاول أوضحها لك شوية في الآخر ان شاء الله يعني بس يعني مش هيجيب لك صورة بشعة كده في الامتحان إلا لما يسألك على حاجة واضحة أو فيها طيب هنبدأ كلامنا على مين بقى دكتور على الإبيديرمس يعني على جزء اللي فوق ده انت قلتلي الإبيديرمس ده يا دكتور متكون من ايه قال لي الإبيديرمس ده بيكون متكون من من خمس طبقات يبقى احنا قلنا الجلد كله تلات طبقات أول طبقة إبيديرمس اللي فوق متكونة من كم؟ من خمس طبقات ايه هم؟ قال لي بدأ لي من تحت تعالى كده نعلم على الحاجات المهمة اللي محتاجينها من دي أول حاجة اسمها استيراثم بيزال اللي هي عليها أورنج دي بعد كده ستراطم سبينوسوم بعد كده ستراطم جرانيولوزم ستراطم ليوسيدم ستراطم كورنيوم البقين دول مش عايزك تعرفهم دلوقتي تاني يبقى انا عندي كده كم ليير خمسة من تحت الفوق احنا كده بالترتيب من تحت الفوق بيزال يعني البيز بتاعي بعد كده سبونيسم اللي في النص يليها جرانيولوزم جامل اسمها جرانيول يعني فيها جرانيولز كتير وهنعرف ازاي ليوسيدم بعد كده كورنيوم طيب سمي الله كده وعرف كل لير فيها ايه وكل لير بتميزها ايه عشان ده لازم يجيلك فيه سؤال في الامتحان الحتة دي طيب البيزال بسميها الجيرمينال سيل يعني مسؤولة عن الجيرمينيشن يعني ايه دكتور يعني مسؤولة عن الخلايا تتجدد بمعنى انت مثلا اتعورت فاتعورت في اللير دي ايه اللي يحصل جلدك هيتاكل جزء منه تاكل فعايز يتعوض تيجي خلايا من البيز يبدأ يحصل لها تاخد شكل الجزء اللي تأور وتروح تعوضه طب مثلا لو التعوير اكت هنا نفس الكلام ده يغير في شكله وياخد شكل الجزء اللي تأور فده كده عامل شبه الخلايا الجزعية عارفين انتو الخلايا الجزعية تمام اللي هي اللي بتتغير على حسب مكان الجسم فهي نفس الكلام بتتغير وتروح تعوض اللي ناقص ومسؤولة عن يعني هي اللي بتنقسم وهي اللي بتتقاصر وشكلها دايما شغل الزاكرة البصرية معي هتلاقي شكلها ايه مكعبات فشكلها كده يقول لي في وصفها كيو بويدل يعني مكعبية شوية كده في اي مشكلة في الكلام ده يبقى هي في البيزمنت أو في ميمبرين انا قلتلك اسمها الايه جيرمينال سيلي يعني مسؤولة عن عملية الجيرمينيشن الانكسام فبص ليها هاي افهم ما تحفظ بتنقسم بسرعة بيحصل لها ميتوزس بسرعة في معلومة كده انا كتبها لك زيادة هنا انت هتلاقيها في الورق بس في ورق ورق فانا كتبها لك عشان تبقى كلها مع بعض اكتب لي ان فيها الميلانوسايتس يعني ايه الميلانوسايتس يعني الخلايا المسؤولة عن صبغة الميلانين طيب يا دكتور بصلي كده صبغة الميلانين هي دي صبغة اللي بتديني اللون الاصمر او اللون الامحاوي فالناس البيضة اوي بتلاقي صبغة الميلانين دي قليلة عنده والناس الصمرة بتلاقي صبغة الميلانين دي كتير عندها الناس اللي هم القفارقة صبغة الميلانين كتير قوي عنده طب الميلانين ده فكرته ايه انه هو بيحميني الليوفي وبيحمي السكين بتاعي فاكتر ناس متعرضة للسكين كانسر اللي هو سرطان الجلد هم الناس اللي بشرتهم بيضة وبيتعرضوا لأشياء الشمس الضرة في ناس بقى ما عندهاش ميلانين خالص يعني شوف كده يعني انا بالرغم ان انا بشرتي بيضة بس فيه شوية ميلانين في جسمي تمام اللي هم مش ابيض خالص فيه شوية شعر رونهم اصمر صح ولا لأ شعر الراس اسود برضو فيه ناس تانية عارف انت اللي تلاقي يعنيهم رموش هبيضة ده وشعرهم ابيض وجلدهم ابيض خالص كل جسمهم ابيض دول بنسميهم الالبينو تمام يبقى الالبينو دول بتكون خالة الجيني بيكون عشان كده دول ما ينفعش يتعرضوا للشمس خالص لان الشمس دي اكتر ناس بتكون مؤزية لهم conference سوغة الاميلانين بتكون موجودة في البيض اللي تحت بتاعي ده اللي هو الستراثم بيزة ثم بعد كده السراثم سبينوسام الستراثم طبقة فيهم اللي هي اسماها اس اس سراثم سبينوسام طيب لو بصيت يا دكتور على شكلها بلاي شكلها عشوائي شوية بص ليها كذا هد بص كده ليها كذا هد يعني لو جيت ارسمها كده هتلاقيك اني برسم حلقات بنزين شوية صح ولا لا فعشان كده بيقولي فصوها هي خلايا عديدة الرؤوس مسكة في بعضها عن طريق حاجة اسمها الديزموزوم الديزموزوم ده جسم كده بيمسك لي الخلايا في بعض متخيطين في بعض عن طريق مين يا جماعة الديزموزوم يبدأ هاني مين اكبر طبقة فيهم ستراتم سبينوسم بوليجونال ستراتم سبينوسم فيها دزموزوم ستراتم سبينوسم في اي مشكلة طيب خشرها لعلى الستراتم جرانيولوزوم جرانيولوزوم اللي هي الطبقة دي اللي فوق سبينوسم اسمها ايا دكتور جرانيولوزوم يعني مليانة جرانيولوز ż melhores의� 63 مليانة ايه يعني راجلا وها فعلا بيكون فيها جرانيولوز بص كده يا دكتور هلقي ان يعني الطبقة عبارة عن طبقات يعني الجلد كم طبقات؟ ثلاثة أول طبقة الابديرمز فيها كم طبقات؟ فيها خمسة قولهم لي كده بزال سبينوسم جرانيولوسم الطبقة الثالثة الطبقة الثالثة الها الجرانيولوسم لوحدها بص فيها 3 طبقات يبقى من ثلاثة لخمسة عدي معايا كده أدي طبقة ثلاثة اهي بص عملت زوم واحد اتنين ثلاثة هي هنا كم layer؟ ثلاثة layer هل هي مشكلة في الكلام defendant gösterminal cystratum leucidum اليوسيدوم يا جماعة هي دي كده يعني الطبقة شبه الشفافة الطبقة الايه شبه الشفافة فانت هتلاقيها بص حتى لو عملتلك زوم عليها راحت فين لو عملتلك زوم عليها تلاقيها بص الحجم لونة معادة دي كده تحس ان هي فراغ في النص تلاقي ان النيوكليوس بتاعتها واطراف الخلية بص بص يعني ايه يعني مش بينة مش متحددة كل اللير كده تحسها سايحة على بعض صح ولا لأ بحسها شوية بص هلاقي كلمة مميزة هنا هيقول لي ان هي يعتبر ترانسبيرانت اللي هي بسميها ترانسليوسينت ترانسليوسينت يعني يعتبر شبه شفافة شوية كده مش شفافة خالص ترانسبيرانت بس منغمشة كده شبه شفافة بقول عليها ترانسليوسينت مش ترانسبيرانت في مشكلة في الكلام ده طيب يا دكتور بيحتوي على مادة اسمها اليدين يبقى انا كده لو قلتلك الجرانيولزم في مادة اسمها ايه اسمها كيراتو هيالين لكن اليوسيدم فيها مادة اسمها اليدين فيها مادة بحرف ال ال برضو طيب يا دكتور اليدين ده بيعمل ايه برضو ده مادة بتصنع منها الكرياتين يبقى انا عندي كده الكيراتو هيالين بيتحول يبقى اليدين وفي الاخر يديني كرياتين الكرياتين هيبقى فين بقى في اللير اللي فوق اللي هي الستراتم كورنيام يبقى لو قلتلك الاستراتم جرانيولزم فيها ايه هتقولي فيها كيراتو هيالين اللي فوقيها اليوسيدم فيها ايه فيها اليدين اللي فوقيها الكورنيام فيها ايه فيها الكيراتين في ايه مشكلة في الكلام ده الكيراتين يا دكتور ده عبارة عن ديهايدريتد ديد سيلز خلايا ميتة خلايا ما فيهاش مية خلايا ما بتحسش خلايا بتغلي في الجلد طبقة مغلفة هي طبقة فلات طبقة عاملة شبه الاشور كده فبص كده بحسها طبقة مؤشرة في الاشور كده في الاخر تلاقي ان في شوية اشرة عندك كده تمام بيقولها يعني ايه سلاخ دوف يعني ايه سلاخ دوف يعني ايه سلاف داوت برضه دكتور يعني متأشرة كده طلعها عاملة زي اشرة خارجية بتكون مكملة على الجلد كله في ايه مشكلة في الكلام ده طيب الستراتم كورنيم دي بتكون مليانة بالكيراتين فعلمني الله يخليك كيراتوهايلين يبقى ده جرانيوليزم ليوسيدين اليدين كورنيم كيراتين في ايه مشكلة في الكلام ده طيب بص معايا كده دكتور بقى احنا كده خلصنا من الابي ديرم هنخش على انواع معينة من الابي ديرم ترجمة نانسي قنقر